هو منهم اتنين الأول ناير هو الوحيد اللي ممكن يزود أرقامه طبعا بما أنه قدامه فرصة للمشاركة مع المنتخب الألماني لكن الأول في القايمة هو بيتر شيلتون ولو أنت من موليد الألف الجديدة خلينا أقولك يبقى أكيد طبعا ما شفتش مصر في كاس العالم 90 خلينا أقولك أنه بيتر شيلتون ده هو اللي منع مصر في التوقيت ده من التأهل للأدوار اللي بعد دور المجموعات اللي هي الأدوار الإقصائية لأنه المطش الأخير لنا في كاس العالم احنا تعادلنا مع هولندا واحد واحد عدلت السماء طبعا جول بتاع كابتن مجدي عبدالغني وبعاكات عادلنا صفر صفر مع إيرلندا وكان المباراة تالتة لنا هي مباراة إنجلترا وكان التعادل في التوقيت ده يكفي أنه الأربع فرق اللي في المجموعة هولندا وإنجلترا وإيرلندا ومصري بقى كلهم عندهم تلات نقاط وبالتالي كنا ممكن ندخل في حزبة أنه فيه فرصة للتأهل لكن بيتر شيلتون كان في التوقيت ده وحرس مرمى إنجلترا ومنع مصر من التسجيل وكابتن جمال عبد الحميد أعتقد ده فرصة مضاش في المطش ده المصريين مش قادرين ينسوا هالغاية دلوقتي وحرمت مصر من فرصة تأهل لكن كانت مشاركة جيدة جدا للمنتخب الوطني مع الكبار نروح الأول وهدخل في تفاصيل كاس العالم بس قبل كاس العالم أجل ما أتكلم على مصر وبالجيكة وأنا شايف المباراة دي من وقع الأمر الواقع إحنا أمام خيارين كلاهما مر تلعب جيم كويس ده منتخب عالمي فيه نجوم مع العراتيين زي بالجيكة وتخسر ولا تبني حيطة وتلعب مطش دفاعي عقيم وتطلع بنتيجة إيجابية حتى ولو كانت مكسب الاتنين دول يعني أعتقد هما السينيروين الوحيدين اللي ممكن يكونوا مطرحين قدام روي فيتوريا إلا لو كان كابتن أحمد هادل عند وجهة نظر ثالثة وأتمنى أن يكون عند وجهة نظر ثالثة خلينا نسمع رأيه الأول في المباراة المنتظرة طبعا مصر وبالجيكة يوم الجمعة وبعد كالك ندخل معها في كاس العالم بس قبل كل ده نقول له أهلا وسهلا بيكي محمد أهلا بيكي ونقور الدنيا ومشرفنا في السادسة ربنا يخليك ودائما بسعد وأنا موجود مع حضر هلت مستني مطش مصر وبالجيكة ده زي ما الناس مستنيه ولا بتقول تجربة ودية يعني الراجل يعمل اللي هو عايز ويلعب بيجرب لعيبة يجرب طريقة مش مهم خالص يعني نحط في اعتباراتنا في أهداف ومكاسب من اللقاء ده لا أكيد ما فيه شك إن مباراة كبيرة للمنتخب وأنا بشوف إنها مباراة أكبر للجهاز الفني الجهاز الفني بيكادة مستر فيتوريا وده أنا بشوف إنها التجربة حقيقية تجربة حقيقية كبيرة وما فيهاش ريسك ما فيهاش ريسك الراجل يجب يلعب بكل قوة لأن طبيعي لازم يبقى عنده علم برضه إن مصر كلها مستنيها مباراة شبهة دي مع فريق كبير هيشارك في كاس العالم اللي ما عملهوش كل اللي سبقوه يعني كل اللي سبقوه اتفعوا على إن كرة مصر أو شكل منتخب مصر هو أكتر دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة أو يعتمد على الوصول لضربات ترجيح يعني ما فيش فكرة إنه المنتخب يلعب كرة هجومية كانوا وطنيين يعني كانوا شوقي غريب كانوا البدري كانوا إيهاب جلال أو كانوا أجانب من مدارس مختلفة هكتور كوبر كيروش وغيرهم وغيرهم كلهم تقريبا شافوا إنه دي طريقة الأنسب اللي تنفع مع المنتخب هل تتوقع أن فيتوريا يقدر يغادى؟ يعني اللي عرفه عن الراجل إنه هو راجل كرة هجومية هل تنتظر منه ده فماتش بالجيكة ولا لسه شوية أو يحتاج وقت أطول عشان يعمل ده؟ لا أنا زي ما أقول لك زي ما أقول لك أنها تجربة حقيقية للمنتخب وخصوصا أن أنت عندك مقاومات أن أنت تلعب كرة هجومية وخصوصا أنه لما يكون عندك واحد لعيد زي محمد صلاح عندك نني عندك أكتر من محترف أن أنت تنزل تفرض أسلوب لعبك ده مهم جدا على الراجل وحتة دفاعية دي بتبقى أنا بشوف أنها في البطولات المجمعة يعني حصل طريقة اللعب لكن دي مباراود دي مباراود دي مهم جدا إلعب لعبك إلعب لعبك إلعب اللي أنت متعود عليه عندك الإمكانيات من الكدرات اللعبة الفنية والبدنية أنها تقدر تفرض لك أسلوب اللعب اللي أنت عايزه أستطيع أن تراجع منتخب برضو منتخب كبير يعني واحد من المنتخبات المرشحة لأنها تروح لبيت في كاس العالم الجيكا النهاردة أعتقد تصطيفه النهاردة الثالث على العالم أكيد ما فيش شك هيبقى في مرحلات جس نبض من الفريقين أكيد فريق بالجيك هينزل هيهجم بشكل مكسف جدا عليك مهم جدا أن أنت تعدي أول عشر ده تعدي أول عشر ده بدون أهلاق وإنت في الملعب يا أنت لو أنت بتلعب المطش ده ونزلت الملعب وقدامك وصف لي شعور اللعيبة برضو أنا عايف أنه فيه فروق وفيه ده بتختلف من واحد بس في النهاية أنت هتنزل الملعب هتلاقي تيبو كورتواف حرس المرمى ده مصطفى محمد طبعا المصطفى بيلعب في فرنسا إلى حد ما برضو فكرة الاحتراف دي بتكسر شوية حتة الرهبة لكن نهاردة كورتواف يمكن يكون الأفضل على مستوى العالم تتكلم على مدفعين على أعلى مستوى خط نص على أعلى مستوى مهاجمين على العالم معرفش طبع التشكيل هلعب معنا هل الراجل حتى عندهم هيراهن على الأساسيين يعني هنشوف دي بروينا هنشوف ميرتنز هنشوف لوكاكو هنشوف هازرد كبير أو الصغير يعني مش عارف الراجل هيفكر برضو في المطش زي وقاكي تخاف على لعبته قبل البطول الرهبة بتاعت أول دقايق دي وانت رجلك في الملعب ايه المطلوب ودور الكبتن الكبار كمان الناس اللي عندها خبرة كبيرة دورها في البداية دي ازاي مهم الكلام مهم الكلام بيننا وبن بعضك لعيبة مهم الكلام صوتنا يبقى قريب من بعض حتة الفواءان حتة معدم الكسل لان انت مع فرق زي او ملعبه محترفة بشكل كبير جدا من ممكن من ربع فرصة ممكن يجيب جون ممكن من ربع فرصة ان هو يضغط عليك يخليك تغلط لكن مهم جدا هنا حتة الترابط حتة الترابط تقريب الخطوط من بعض ده مهم جدا ما بقاش فيه مساحات لان فرق بل جيكا بتلعب على أطراف الملعب بشكل كبير جدا عن طريق هازرد عن طريق دي بروين من الاختراك من القلب انه زي ما نشوفه مع السيط دي بروين ده بتاع حمدي يعني دي بروين انا شايف انه يعني حمدي 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 فتحي مطالب انه يوقف خطوط لانه دي بروين على بتالي هو أهم وأخطر لعف لو دي بروين فاق في الملعب وبيتحرك هيتعب منتخبنا بشكل كبير جدا وهيشغل منتخب بل جيكي بشكل كويس لو عطل أو ويقف جزء كبير من قوة الملجيكي توقف هو طريقة لعبه متنوعة طريقة لعب دي بروين ما تقدرش تقول له هو بيلعب 8 صريح أو بيلعب 6 صريح لا هو على طول ممكن تلاقيه فرويد داخل التـ 18 هتلاقي طريقة لعبه مع المنتخب كده واخد تحرر بشكل كبير جدا وهنا أكيد أكيد المدير الفني لما بيكون مع لعب زي هازرد زي لعب زي دي بروين بيدي له حرية الحرب زي ما احنا مع منتخب مصر بيدي حرية حركة محمد صلاح مع زي ما باتكلم دايما على منتخب مصر مهم جدا أكيد فريب الجيكي بيمركز مع محمد صلاح في شكل كبير جدا لكن مهم استغلال الحتة التانية ممكن محمد صلاح ياخد الانتباق أو ياخد اتنين اللعيبة معاه نستغل هنا مصطفى محمد نستغل الجبهة اليسرى وهي شغالة دي مهم جدا مهم جدا ان احنا نشتغل على كده نشتغل على كده وخصوصا محمد صلاح محمد صلاح نزم نستغله بشكل أمسل بشكل كبير جدا ان انت على طول ما تطلبش محمد صلاح ان هو بينزل يدافع لأ هوات عشود كبير جدا لو طلبت منه ان هو ينزل يدافع لكن ممكن يلعب طريقة زي فرود وهمي مع ليفربول يعني مش عارب برضو الناس لي يعني في حيات مصلاح بينزل يدافع مع ليفربول يعني هنا انت هنخش مين بيلعب تحت منه في ليفربول مين بيلعب تحت منه احسن لعيبة وفي النهاية برضو بيرجع يدافع يعني ما انا ممكن اقولك ما هو وراه خلينا نتفق انه ارنولد مثلا لو فاي تتكلم على واحد من افضل يعني يعني ظهير ايمان على مستوى العالم صح ولا ورا في خط الدفاع كوناتي او فيرجل فندايك او حتى باتيب حتى لو اتفقت او اختلفت على مستوى برضو مدافعي معارض سئيل ووراهم اليسون بيكر واحد من افضل حراس المارب فكرة زي كده ممكن يقولك لا مش محتاج صلاح يدافع يعني عندي وراك اتيبة لكن راحب كده بيرجع انا اقول لك لحاجة ليفربول بيعرف يطلع بالكرة من تحت دي دي اللي بتفرق بالمنتخب مصر ومن فريق ليفربول ان هو بيطلع بيعرف يطلع بيعرف يبني الهجمة ازاي بيعرف يلعب كونتر أتاك ازاي واحنا ما بنعرفش يعني لا لا ممكن صلاح اخر سنتين مع المنتخب اخر 3 سنين بتظلم في الموضوع ده جدا وخصوصا ان انت على طول بتلع عايز تلعب كونتر أتاك وصلاح اسسا ان هو عند التمنتاشر فده صعب جدا صعب ان انت ما بتبنيش وده يمكن نتكلمنا عليه مع منتخب مصر الفترة الاخيرة ان انت ما بتبنيش اللعب من تحت بشكل كويس ان انت تقدر تستغل صلاح تستغل مرموش تستغل مصطفى محمد وخصوصا كنا بنعلق بشكل كبير جدا على منتخب مصر ان مصطفى على طول بينزل على نص الملعب فهنا الفروض الصريح اللي انت مفروض بتطلع عليه اتمنى ان كل حاجة جدا السلبية دي تتعالج ونتمنى انا مستاني اشوف طريق يعني مستاني اشوف مش مستاني منه مكسب يعني لكن منتظر اشوف شكل وبصمة لخطوة اولى في بنى شخصية منتخب مع روي فيتوريا هتلعب ازاي هتلعب انت بتقول رايح العب كوها بالتأكيد مش تلعب جيم دفاعي والتأكيد هتبني خطتك وتبني تشكيلك واختيارك للعناصر اللي هتبدأ بيها على انها تكون عناصر تقدر تعمل ده وده منتخب كبير زي بلجيك هتلعب ازاي وتختار مين عشان ينفذ من وجهة نظرك وهل فيهم اماكن او مراكز في الملعب فيها مشاكل بالنسبة لوي فيتوريا اكيد في الجابعة اليسرى في الجابعة اليسرى وخصوصا غياب احمد الفتوح ده هيأثر على المتعلم في القلب برضو بتقالي ممكن عندك الوينشو عبد المنعم ومتولي التلاتة ما دي مشكلة مشكلة برضو ان انت عندك فعلا حتة القلب دي مش موجود فيها حد طبعا عودة اكرم توفيق دي حاجة جيدة لكن في بعض الاماكن لا اللعبة جهزة اللعبة هتمنى ان نلعب بطريقة مش هنقول دفاعية لكن فيها حرص بشكل كبير جدا وهي اربعة ثلاثة ثلاثة ممكن يبدأ اربعة ثلاثة ثلاثة ودي انا بشوف انها الطريقة المناسبة امام منتخب كبير انا يفرق معي في التلاتة يعني الاربعة ثلاثة ثلاثة التلاتة في النص مين التلاتة اللي في النص يعني والتلاتة دول هما اللي هاي حددوا شكل وطريقة اللعبة بتاعت بتاعت فيتوري هتختارهم مين بتختارهم قواليتي مثلا طريق حامد وحمدي فتحي ومعهم السلية ولا هتختارهم مثلا مثلا يعني حمدي فتحي ومعه افشة ومعه زيزو ولا هتختار انني ومعه افشة يعني لا انا بنشوف الصلاة بس انا بتكلم على الشكل والاداء وطريقة الاسقل. بشوف انسب 3 ممكن. انا بشوف ان حمدي وطريق حمد نفس طريقة اللعب. نفس طريقة اللعب اللي هو ممكن يلعب قدام السرد باكين. هو اللي بيعمل سطارة في نص الملعب. بيعمل الكوفر على على اي حد بيهاجم على اي مركز بيهاجم. لكن لو هنبدأ ممكن نبدأ بحمدي. وعلى ايمينه النيني. حكم الخبرات الدولية. النيني بقلو كتير قوي بعيد برضو. يعني هو ارسنال وكل حاجة. بس اصابة بعدته وقت طويل جدا. مفيش مشاركة. اه لعب اخر ماتش. بس اي خد اعتقد 7-8 دقيقة. فهل تعتقد انه ممكن يبدأ المباراة؟ انه هو من اني انا بشوف انه بيلم كويس في نص الملعب. يعني بيلم كويس في نص الملعب. التالت ممكن تلعب بزيزو. تلعب بزيزو ان انت بتدي له حرية هجومية في الحتة دي. فممكن بتقلي بالطريقة. ممكن زيزو لما بياخد حرية. ممكن تلعب ينزل حمدي والنيني يبقى بيدفعه في نص الملعب. وبتدي حرية للاطراف. اطراف الملعب. مرموش غيابه مؤثر؟ اكيد مفتاح لعبه مهمة للمنتخب. بس اكيد فيه لعب اتعوض. فيه لعب اتعوض يعني. الافضل مكان مرموش. بما انه اللي كان اساسي في الفترة الاخيرة. ترزيجيه. ترزيجيه طب. ترزيجيه هو الانسب. ولا انا وانا كنت يعني بقول ان ده لو مش هتلعب مرموش. ترزيجيه هو الانسب. ورجع فرمته تاني بيقده بشكل جيد مع فريقه اكيد. مين جنب حجازي؟ لو حجازي بدأ اساسي يعني. انا معرفش طبع فالمعسكر. يعني الحالة الفنية بتحكم في النهاية بس يعني اعتقد انه حجازي قريب جدا من المشاركة. أتمكن حجازي حجازي حتى لو بمحسين ستهين في المناطح جنبه. مش مش متذكر مين اللي اللي موجود. علي جبر اه 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 دي لا اسماء الاورائق اللي موجودون يعني. لأ انا بفضل اللي يلعب جنب حجازي يكون حد بكورته كويسة يعني حد بيطلع بكورة كويسة بينما حد بيبصي كويس. حد الكرة ممكن يكمل شوية. لكن حجازي في العالي. أنا ما بفضلش أن يكون الاتنين مثلاً علي جبر وحجازي. الاتنين بيخبطوا الاتنين في الكرة العالية كويسين. لكن حتة أن حد يبدأ بالكرة من وراء. أتمنى أن حد يكون كورته عالية. كورته عالية. يعني ممكن علي جبر. ممكن علي جبر. ممكن علي جبر. ممكن علي جبر. عسامة جلال. سن أصغر إلى حد ما. خبرات علي. خبرات علي تديله. تديله. تديله في مباراة كبيرة. لا 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 يعني لما تخرس المباراة بصرف نزل عن نتيجة بارة تانية نتيجة مش في اعتباري خالص. يعني كات مكسر دينا هنفرح جداً كات خسارة شيء طبيعي ومنطقي يعني استقبلها. لكن تحكم ازاي انها تجربة مكهة. او ايه الاهداف اللي انت لما تشوفها في التسعين ديها تقول والله منتخب استفاد جداً من المواجهة معامل جيكا. آآ تقارب الخطوط آآ التنظيم العمليات التنظيمية آآ ان احنا بنطلع بالكرة ازاي. يبقى فيه شكل هجومي للفريق. يبقى فيه شكل دفاعي حتى لو انت بتدفع مهم جدا. زي ما قلت حضرتك يبقى فيه تقارب الخطوط ده بيديك شكل دفاعي منظم. ازاي بتطلع بالكرة من تحت سوان على اطراف الملعب او من او من نص الملعب. ده ده مهم جدا. بغض النظر على النتيجة. مهم جداً المنتخب يبقى ليه شكل هجومي او ليه شخصية دفاعية او ليه شخصية هجومية. حسب طريقة لعب الراجل. زي ما كنا بنقول مع مستر هيتر كوبر ان المنتخب آآ بيدافع لكن دي شخصية دفاعية. بيلعب بيها كويس. بيقدر يطلع على محمد صلاح. بيقدر يطلع على مصطفى محمد. فهنا ده اللي هيتطمن كل الجمهور المصري. في كل المراحل اللي حتى لما وصلنا كاس عالم. مش احنا مع مع هكتور كوبر كانت افضل فترة يعني. طبعا. من 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 في الاثناشة السنة الاخرانية. رجل وصل بينا كاس عالم. ووصل بينا نهائي. نهي افريقيا بعد سبع سنين وانت عشبت. معك جداً جدا. طبعا. يعني حتى بما فيهم الفترة دي. ومع كيروش. ومع كل الاسماء اللي طبعا. كان واضح بشكل كبير جدا. انه فكرة مع اي منتخب على فكرة. يعني احنا قابلنا منتخبات كتير. حتى في بطولة افريقيا الاخرانية دي مع كارلوس كيروش. قابلت منتخبات كتير. في تفاوت او تباين في المستوياتها. لكن كان واضح جداً انه عندنا مشكلة في فكرة بون الهجمة. عندنا مشكلة في عدم قدرة على الاستحواز. بنفقد الكرة بمنتهى السهولة. واي منتخب علينا يقدر يستحوز ويضغطنا في نص ملعبنا بمنتهى السهولة. المشكلة دي سببها ايه. ومين اللي مسؤول عنها في الثلاث خطوط بشكل كبير. الخط النص والخط الدفاع. مسؤولة عن بداية بناء الهجمة. والخط النص دي مسؤولة عن الاستحواز والتوزيع. يعني بتشوف الدائلامة دي موجودة فين في منتخب مصر يا حسن؟ بتبقى في اللعيبة نوعية اللعيبة. نوعية اللعيبة اللي انا بحط في نص الملعب. اه فيه فترات كبيرة جداً كان مستر كيريش ما بعتمتش على قفشة لطريقة اللعب. لطريقة اللعب اربعة اللي هي اربعة تلاتة تلاتة. فانت لغي خلص رقم عشرة. ودي طريقة اللعب اللي احنا هنا في مصر بنلعب بها داين. عشان كده انت بتلعب. ده ده اللي كان الفرق الجابي الكبير جداً ان انت في الدورة المصري بتلعب بطرق لعب مش هي اللي بيلعب بها المنتخب. ودي حت التخطيط وتنظيم. ان انت الطريقة المناسبة لنوعية اللعيبة اللي معاك. عشان كده بيحصل معاناة مع المنتخب. ان انت دلوقتي انا متعود في النادي ان انا بلعب بطريقة اربعة تلاتة واحد. تلاتة اربعة تلاتة. فبيروح المنتخب. ببعندي صلاحيات تانية بيعندي مهام تانية. انه انا بلعب بطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة اللي بيلعب بها الراجل المدير الفني. ودي بتبقى محتاج حتى لو انا لعاب بلعب طول الفترات في النادي بتاعي. ان انا بلعب بطريقة مختلفة مما جاءت حتة التدريب تدريب وأن المدرفة أن ياخد فترة كافية حتة أن يعود اللعيب يعني عشان برضو احنا مش نختاري على العجر يعني خلينا أقولك أنه بس كوالية اللعيبة ببقى مختلف كوالية اللعيبة ببقى مختلف استيعابك حتى للتمرين عشان كده ممكن بعض اللعيب المصري بتعاني مع المداربين الأجانب حتى في المنتخب أن الدرجة استيعاب اللعيب المصري بزيار الأوروبي اللي هو المحترف اللي ممكن يغير في نفس الوقت طريقة اللعب يعني عندك زي ما كان مع الديبروين ممكن يلعب تمانية وممكن يلعب ستة ويساعد يلعب جناح ويساعد يكمل جوال بوكس هو ده هو ده نوعية اللعيب أو كوالية اللعيب اللي أنا كمدير فني بقدر استغله فأي طريقة اللعب يقدر يقديها دي ممكن مع اللعب المصري فيها معاناة مع مدير فني أجنبي شوية أنا وقت نقول التشكيل من وجه نظر أحمد عادل سريعا سريعا جدا يلا تمام الشناوي يبدأ الشناوي حجازي حجازي أو علي جبرو ممكن يعني واحد منهم يلعب ممكن أسامة جلال تمام ناحية الليمين أكرم ناحية الشمال عندك حمدي وحسين السيد محمد حمدي يلعب محمد حمدي يبدأ وصن قوي سريع أفضل يعني يلعب في نص ملعب حمدي حمدي فتحي ويلعب نني وزيزو وثلاثة قدام تريزي جي ومصطفى محمد وصلاح ده التشكيل الأمس اتمنى كل التوفيق نهارده التمرين الأساسية إن شاء الله والتمرين الرئيسي للمنتخب قبل ما انتبع كلنا احنا بالنسبة لنا ده ميني كاس عالم يعني المطش اللي هيهون بس يلا قدينا بشوف لقاء كبير مع منتخب كبير أمام بلجيكا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله يقدم عرض قوي يقدم يقول إن شخصية منتخب مصر راجع ده المكسب الحقيقي اللي هيوصل للجمهور إن شاء الله بإذن الله تبقى بداية مشوار راجح لروي فيتوريا خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم أكتر بقى عن تفاصيل بطولة كاس العالم اللي جاية واللي عالم كله منتظرها مع ضيفنا ونجمينا النهاردة كابتان أحمد عادل بعد الفاصل أنا حكيت لكم قصة كاس العالم يعني الكاس نفسه بداية من كاس فيكتوري اللي تسمى بعد كده أو أعيد التسميته الكاس جوريما هو اتوفى سنة 56 الكاس تسمى باسمه سنة 46 تخليدا طبعا لفكرة إنه إنه الراجل ده كان صاحب فكرة البطولة أساسا فاتحول الاسم من كاس النصف فيكتوري كاب لغاية لإسم جوري ميكا سنة 46 وراجل ده توفى في 56 والكاس ده النسخة دي انتهت مع احتفاظ البرازيل بيها للأبد سنة 70 واتسرق من البرازيل ومرجعش تاني بقى هو اتسرق من إنجلترا سنة 66 ورجع أو لقوه مرمي يعني في تحت شجرة كده ملفوط فرد جنون وهو رجع لإنجلترا مرة تانية لكن لما تسرق مع برازيل مرجعش لكن برازيل طلبت إنها تعمل نسخة عشان تعوض النسخة اللي تسرقت يعني وعملت نسخة في سنة 84 واحتفاظت بيها للأبد لكن الزريف برضو مع كاس جوري مي ده برضو عدا بمواقف غريبة جدا إنه لسيت أحكيله القصة دي إنه أثناء الحرب العالمية التانية كان الكاس كفازت بيه إيطاليا وكان موجود في مقر الاتحاد الإيطالي فاللي حصل لما حصل الحرب العالمية والدنيا يعني بقت يعني هاجت وماجت وكده نائب رئيس الاتحاد الإيطالي خد الكاس من مقر الاتحاد وراح خباف بيته خباف علبة زي مع يعني يعني العهدى على الفيفا راح خباف بيته خباف علبة جزم تحت السرير وفضل الكاس يعني مفقود لغاية لما عثروا عليه بعد كده بالصدفة ورجع مرة تانية لإيطاليا يعني هذه المرات دي ما كانتش سرقة لكنه واحدة من المرات اللي فوقت فيها أساسا كاس العالم الكاس الأشهر طبعا والبطولة الأشهر والمنتظرة خلاص أيام بتفصلنا أنا هتعالوا نتكلم مع كابتن أحمد عالد الضفن ونجمنا النهاردة في السادسة بقى عن رؤيته للبطولة والمنتخبات المرشحة واللقاءات القوية اللي بيتوقع أنه يشوفها ويتباحة في البطولة تبتقول لي البطولة مش حسسها كده مش حسسها ليه عشان عشان شايف أنه توقيتها غريب ممكن ناس كتيرة جدا شايف أنه كاس العالم في الشتاء وكمان في نص السيزن شايفين إصابات وراء إصابات النهاردة نكونكو أعلانه أنه هو كمان مش هيشارك بعد بقى ماني وبعد بوكبا وبعد كانتي وبعد ذن يعني قايمة كبيرة جدا من هجوم المصابين اللي مش هيشاركوا في البطولة مش حسسها ليه لا أتمنى أن هي تبقى يبقى كاس عالم ندلل ولا شايف أنه المنتخبات القوية معظمها مش في حالتها أو المنافسة فيها مش هتبقى يعني أعلى مستوى أتوقع أنه هيبقى فيه 3 أو 4 فرق هم أحسن فرق في البطولة ودول اللي ممكن تقدر تقول تتوقع أنه ممكن يوصلوا فينل لكن أنا بأتكلم على بقية الفرق بقية الفرق مش هم كاس العالم زي من 8 سنين أو حاجة أنت بتلاقي حوالي 7 أو 8 فرق أو 10 فرق في كاس العالم ما تقدرش تتوقع لكي أنت على الورق أو بتشكيل العيبة أو بعدد المحترفين اللي في كل منتخب بتقدر تقول أنه ممكن مثلا فريق زي السنغال اللي ممكن يعدي لدور دور لأنه عنده أكبر نزول محترفين إنجلترا بتتكلم إنجلترا ما عنده شوالة محترف والمحترف وحيد محترف وحيد جود برينجهام بيلعب في بروس دورتموند والباقي كلهم محليين محليين في الدور محليين في الدور لسه كنا بنتكلم في الفاصل على الموضوع ده أن أنت آه مفيش محترفين في إنجلترا بس أنت تتكلم في أكوى دوري في العالم طبعا فطبيعي إن كل كل العيب بيبقى موجود ليه تقلو ليه وزنه في المنتخب وده اللي ميدي له أفضل بشكل كبير جدا كأنجلترا بعكس السنين للسابق المنتخبين العربين اللي مفهمش محترفين خالص هم منتخب قطر ومنتخب السعودية السعودية برضو عندها دوري قاوي يعني السعودية عندها دوري الحقيقة بتقدر تقول عليه دوري محترفين برضو دوري محترفين لإنه فيه أكبر نسبة بمحترفين بيلعبوا في الدوري السعودي وده اللي معالي الكمتو التسوقية لكن على المستوى المحلي أو على المستوى اللعيب الدولي اللي بيلعب في الدوري السعودي بيبقى فيه صعوبة جدا بحطة الاحتكاك الدولي مع منتخبات أوروبا عندهم برضو أسماء كبير يعني هم بيجيبوا محترفين أجانب في الدوري السعودي مستوىات مش قولية نحن النهاردة نسمع أنه الهلال بيفوض كريستانو رونالدو والنصر بيفوض سيرجيو بوسكتس نجم برشلونة فأنت برضو بتتكلم على سكيل تاني من اللعب المحترفين وعندهم محترفين أفرق ومحترفين أوروبيين برضو على مستوىات عالية جدا وبرازيليين على مستوىات عالية جدا هنا ما يميز الفرق دي أنه أنت بيبقى عندك ميزانيات مفتوحة بيبقى عندك ميزانيات مفتوحة وبردو أنت لما تلعب في الدوري مع عناصر قوية من برازيل ومن أوروبا ومن أفريقيا برضو ده بيرفع مستوى اللعب المحلي بيبقى الدوري أفضل بيبقى الدوري بشكل أفضل لكن زي ما أقول لحضرك مع المنتخبات اللي هالقوية مع عدد محترفين مثلا في إنجلترا في أسبانيا في فرنسا ويمكن هنا لما هتلاقي من أقوى الدوريات في عدد المحترفين أو دوريات أكبر نزب عدد محترفين في المشاركة في كاس عامة هتلاقيها في إنجلترا في المرتبة الثانية أسبانيا في المرتبة الثالثة فرنسا في إيطاليا فدي من دمن الفرق اللي هتلاقي فيها منتخبات قوية هو من المدربين يعني من أكثر المدربين سعداء الحظ بتهايلي دي 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 شون مدرب المنتخب الفرنسي لأنك لما بتيجي تتكلم على اختيار قايمة ده شيء من أسهل وأمتع ما يكون اختار بقى ونفس الحكاية أعتقد كمان ممكن في البرازيل يعني يمكن دول المنتخبين الوحيدين اللي هتلاقي القايمة بتاعتهم تطلع أسماء بتستغرب بأنه زي الأسماء دي بره جمع يعني يعني مهم الحقيقة عندهم وفرغ هنا حتة الاحتراف في أي دولة وخصوصا ما تلاقي وصل لفترة من فترات إن البرازيل بقى عندها ألف محترف فما بيجي حد بيمسك كل منتخب يبقى عنده قاعدة من ألف لعيب غير اللي في الدوري البرازيل في فترة رونالد هو ساعتها مش هيبص يعني لو في حاجة فالتة في الدوري البرازيلي ممكن نتكلم فيها طبعا هتلاقي عنده بره لعيبة على أعلى مستوى فأحسن دورات في العالم فرمينيو مش هيلعب كاس عالم مع أنه متقلق الحياة السندي جدا بس في آخر شهر شهري لكن قبل كده كان قاعد احتياطي يعني فرمينيو ده مايلعبش كاس عالم ليه هذه دي مشكلة تاجو ألكانترا مايلعبش كاس عالم ليه صراح مايلعبش كاس عالم يعني فيه أسماء كتير جدا هتتفرج زيها على البطول أو لا هنا أنا أتوقع أن كاس العالم هيبقى مختلف مع فرق كبيرة هنا ممكن نقدر نقول إن في فرق خلينا نقرأ معاك الخريطة نشوف كده مجموعة مجموعة نمر واحد تقول لنا اللقاءات المنتظر اللي هيكون فيها أو اللي أنت تكون شاف فيها إنه فيها فيها كلاش صار في النظر عن اسم المنتخب وفرصته منه هو يروح لبعيد بس اللقاء ده هيكون فيه صدام كروي عنيف وتقول لنا من كل مجموعة مين المنتخبين اللي أنت شايف إن حظوظهم أفضل أو فرصهم أحسن في التآهل عن المجموعة نبدأ بالمجموعة الأولى قطر والإكوادور طيب خلينا عبل لغاية لما يجهزوا ده أسألك شوية أسئلة على البطولة مين الفرق المرشحة لتحقيق لقب من وجهة نظر أقرب فرق شايف إنها ممكن تكون قريبة من لقب أختار لي أربع فرق ممكن نقول مربع زهري ممكن نقول إنجلترا فرنسا الأرجنتين ألمانيا طلعت البرازيل ما أعتقدش إنها تكمل بجد ده أنا شايف إنه نسخة البرازيل السنة دي اكتساح ما أعتقدش إنها تكمل لأن أنا بتكلم على الفرق دي إنها نفسها طويل أرجنتين أرجنتين إنجلترا فرنسا ألمانيا أسبانيا هولندا مش هيكمل بلجيكا ما أعتقدش إنهم ما يكمل طيب وجهت نظر كابتان أحمد نسجل الإنجلترا الأرجنتين فرنسا ألمانيا تتمنى مين منهم في فريق منه بتشجعه بتحب كورته يعني ولا شايف إنه هم الأقوى على الساحة بصرف النظر عن كورتهم لا أنا أحب منتخب ألمانيا أحب منتخب ألمانيا منتخب ألمانيا لأنه مجمع تاكتك ومجمع كوة ومقمع باور وإنجان بعيد عن ألمانيا اللي إحنا عارفينها بقاله شوية يعني منتخب الألمانيا ما هنسف لك في حالة معاناية برضه لا بحب بحب مثلا الدوري بتاعهم بحب الكورة بتاعتهم كده الماكينات الألمانية مدرسة الماكينات الألمانية أنا مدرسة الصنبا لا ممكن مدرسة الصنبة عشان فيها متعة بشكل كبير جدا ومهارات وكده ما هي كرة اصلها متعة يا بحميد تمام بس انا بروح للنتائج مهم جدا تحاها نتيجة اللقاء المنتظر يعني مين اللقاء اللي تقول بصرف النظر عن جيه فين جيه في الستاشر جيه في التمانية تمام حنستعرض دلوقتي طب خلينا نكمل اسئلتنا بعد ما نشوف المجموعات جروب ايه عندنا هولندا عندنا قطر عندنا السنغال اكوادور لا انا بشوف مستني مثلا السنغال وهولندا السنغال وهولندا اقوى اللقاء في المجموعة دي هو اكيد السنغال وهولندا جروب بيه عندنا انجلترا وامريكا ويلز وايران انجلترا وويلز مش امريكا شوية المتحدة منتخب قوي جدا ويلز افضل افضل من ايران انا ما شوفتوش بصراحة لا لا منتخب قوي جدا هم عقلة بالسكواد يعني من اللي بتلعب في انجلترا ويعني اعتقد جارث بيل هيلعب معهم كاس العالم هيلعب كاس العالم بس طبعا جارث بيل هتشوفوا في كاس العالم غير جارث بيل اللي احنا كنا بشوفه في ريال مدريد وطاطر العام طيب يعني انت شايف ان انجلترا ويلز اقوى لقاء في المجموعة دي اه انجلترا ويلز مش امريكا وايران لا 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 انا هتفرج على امريكا وايران دي حرب مش ماتشو طيب نروح لجروب سي عندنا الارجنتين والمكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية اه انا بشوف ممكن الارجنتين يا مكسيك يا بولندا لا يا راجل طب اراعك بان انا شاف السعودية ممكن تعملها جدا مع المكسيك وبولندا انها تتأهل اه انا اتمنى كعرب يعني انا بقولك اهو النهار لو السعودية كثبت المكسيك السعودية بنسبة 80% هتتتأهل مع الارجنتين انا انا اتمنى اتمنى ان اتمنى انا فرنسا حمل اللقب مع الدانمارك مع تونس مع استراليا نعتقد فرنسا وتونس بجد مرات دي راه انت على تونس فرنسا وتونس مش الدلمارك لا فرنسا وتونس انا اتمنى تونس عشان علوله بس عشان التوانسة طبعا حبيبي يعني من الشعوب العربية اللي ليها كده حتة زيادة طبعا تونس اشقاء التوانسة اتمنى طبعا اتمنى وبرضو اللقاء الاقوى في المجموعة دي فرنسا وتونس فرنسا ولا تونس والدنمارك لا فرنسا والدنمارك فرنسا والدنمارك مباراة قوية بس انا شايف برضو مفتاحة التي اهلت تأهلت تونس اذا ارادت التأهل ماتش الدنمارك لا ما هي الده اللي انا بتكلمك فيه ايه اللي borrowing توجه تونس شوي دنمارك دنمارك لو قدرت تعدي الدنمارك تعدي الدنمارك ممكن تتقاهل مع فرنسا حبيبك في المجموعة اي او المجموعة الخامسة الالمان في مواجهة الاسبان في مواجهة اليابان في مواجهة كوستاريكا انا بشوف اسبانيا والمانيا وممكن كوستاريكا تحقق المفاجئة ممكن لا خلي خلي مفاجئات انا جايلك في المفاجئة والحصان الاسود والحاجات دي اسبانيا والمانيا اسبانيا والمانيا نروح لكرواتيا دي مجموعة السادسة كرواتيا كندا بلجيكا المغرب أنا بشوف اللي يتأهل بلجيكا وكرواتيا بلجيكا وكرواتيا مع أن الاهتمام في كندا بالكرة بس مؤخرا بقى بشكل ديفيز أفونسو ديفيز أعرفش حد تاني عندهم بصراحة كرة كندية بقوا الفترة الأخيرة مهتمين لكن ما توقعش أنهم ما يحقوا نتيجة دلوقتي ممكن فيما بعد هتلاقي الموضوع كندا جاية يعني جاية في الكرة كندا جاية وحن لسه ما جناش كندا تيجي وحن لسه ما جناش ينفع كده بلجيكا جاته والسنغال جاته كله بيجا كابتر أحمد وإحنا محل لك سر إن شاء الله بإذن الله كله بأمره نروح للجروب جي عندنا طبعا في المجموعة السابعة البرازيل وسويسرا ودي إيه سربيا سربيا صح ومعاها الكاميرا أنا بشوف البرازيل وسويسرا كنت تتمنى الكاميرون بس تصريحات الأخيرة قدتو بيهزر طبعا طبعا ده هياخد على فكرة فيه ناس كتير جدا يعني خدتها من وقع الصخرية وكده والهزار والتفاؤل وكده بياخد من المنتخ لكن فيه ناس كتير جدا لمت عليه لأنه مسؤول عن الاتحاد طبعا فشافوا أنه ده نوع من أنواع الاستخفاف بقوة المنتخب الكاميروني وممكن التصريحات دي تبقى محبطة للعيبة قبل بطولة كاسة العالم نفس اللي حصل في كاسة فركي تصريحاته أثرت عن منتخب الكاميروني بشكل كبير جدا زي أنا بتوقع أن لا منتخب الكاميرون أفضل من كده لما بيقافل على نفسه بدون تصريحات بدون أي تعامل حتى مع الإعلام لكن بشوف أن قدت تصريحاته أكيد هتأثر على أجواء المنتخب الكاميروني في كاسة العالم لكن هو كفريق كاميرون أفضل من كده بشكل كبير جدا بس هو المستوى الفني ومش كل حاجة صحيح منتخب قودة لبس قوية قافل عن نفسه أنا هجيلك في المنتخبات الأفريقية التلاتة اللي هم يعني الغربة أفريقيا وجنوبها والمنتخبات الأفريقية بتاعت شمال أفريقي برضو ومعاهم طبعا قطر والسعودية بس نروح لآخر مجموعة عندنا بورتغال آخر بطولات CR7 كريسان رونالدو معاهم دي ايه غانا ورغوي وكوريا الجنوبية ورغوي وكوريا كوريا الجنوبية منتخب مجموعة يعني ممكن تبقى بورتغال ورغوي فوق سنة لكن غانا وكوريا برضو منتخبات مش سهلة غانا مش هو غانا انا بنتكلم عليه ممكن انا بشوف هنا اللي ممكن ممكن يبقى غريب شوية بس انا بتوقع انه أورجوي هي اللي هتبقى الأفضل في المجموعة في الأربع أورجوي والبرتغال بس بورتغال هيتخذ منها بشكل كبير جدا من أداءها بقودت اللبس من أربع منتخبات عربية شايفت مين منتخب عنده سكواد يقدر يروح لبعيد في كاس العالم مغرب تونس سعودية قطر بشوف المغرب أو تونس المغرب أو تونس المنتخب اللي تتوقع أن يكون مفجأة البطولة أو الحسن الأسود أتوقع منتخب الحسن الأسود مش مش شايف حسنة خلص في الموضوع لا أنا بشوف السنغال ممكن يكمل شوي السنغال السنغال ممكن تبقى مفجأة البطولة ممكن مفجأة البطولة الكلاش اللي ينتظره أحمد عادل إيه المواجهة أو إيه المنتخبين بصرف النظر عن الدور وبصرف النظر عن اللقب في دور الستاشر أو في دور التمانية يحصل بس المباراة دي لو حصلت تبقى أهم لقاء أو أقوى لقاء يحصل في كاس العالم نهائي مبكر بشوف إنجلترا وفرنسا إنجلترا وفرنسا لو قابلوا بعض في نص البطولة هيبقى لقاء نهائي مبكر نجمة هيتابعوا في في كاس العالم من 22 22 ييني النجم الأهم من وجهة نظر أحمد عادل آآ ميسي ميسي طب آخر البطولات ده اللي أنا بتمنى قادر يعملها ممكن يعملها هتمنى ياخد كاس العالم اللي ما عملوش قبل كده هتمنى ياخد كاس العالم بذكرك يا محمد نوارة الدنيا شكرا واتنالك بطولة ممتعة إن شاء الله نتمنى رحيا نشوف بطولة ممتعة يمكن تكون فال خير وممكن تكون حاجة إجابية إن البطولة الأول مرة تتعامل في الشتاء فبالتالي اللعيبة مش بعيدة عن مستوياتها مش بعيدة عن فورمة المماتشات ممكن ده ينعكس إجابا على قوة اللقاءات وفي النهاية هي البطولة الأهم اللي بينتظرها الكوكب كله كله أربع سنين يعني نتمنى إن شاء الله إنها هتكون قمة مستويات كورت القدم بشكركم على المتابعة وبداية الحلقة إن شاء الله قبل يوم واحد من انطلاق البطولة يوم السبت اللي جاي نتقابل على كل خير دايما في السادسة تحياتي لكم